اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى وجود تقصير وقصور في عملية او عمل المراكز الصحية والعيادات الشعبية من ناحيتي الادوية والعلاجات فضلا عن الاختصاصات الطبية وقالت تعد مشكلة الاختصاصات هذه من اكبر المشكلات التي نعاني منها في عموم البلاد فالاختصاصات الطبية الحديثة للتخرج ليست بالمستوى المطلوب كما ان العراق بحسب معايير الصحة العالمية بحاجة الى تخصصات دقيقة في مجالات الطب بالاجهزة الحديثة وشكاوى عديدة من المواطنين حول تردي الخدمات الصحية المقدمة داخل المراكز الصحية والعيادات الشعبية اليوم في ابيض واسود سنناقش الابيض والاسود في جانب العيادات الشعبية لكن بداية نأخذ الجانب الابيض منها لا يخفى على اي متتبع للواقع الصحي في العراق ما تعانيه بعض المؤسسات والمراكز الصحية من عجس كبير في الادوية والمستلزمات الطبية وحتى الاطباء لذا تسعى دائرة العيادات الطبية الشعبية للعمل في خط موازن لاسناد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بالادوية للأمراض المزمنة هذا في الجانب الابيض من الموضوع في تجهيز ادوية الامراض المزمنة لكافة الايادات الطبية الشعبية في بغداد كما تقوم ايضا دائرة العيادات بتجهيز النازحين المتواجدين في اقليم كردستان وفي بقية المحافظات النازحين من المناطق الساخنة نقوم بتجهيزهم بأدوية الامراض المزمنة لتخفيف العبء عن النازحين ايضا تم تجهيز قبل يومين ناحية البغدادي بأدوية بحصة من أدوية الامراض المزمنة لنتيجة الظروف الحالية التي تمر بها الناحية ومستمرين احنا بتجهيز النازحين المتواجدين في كل محافظات القدر احيانا يكون شحب مادة مادتين وهذا يتعلق بالتجهيز من قبل مخازن الشركة يعني في حالة عدم توفرها مخازن الشركة احنا ما نقدر نجهزها حتكون نسب تجهيزها احيانا صفر احيانا اقل من مية بالمية تنسيق مستمر احنا التنسيق الاولي راح يكون مع مركز تدريب وتطوير الملاكات يجزونا خبراء تدريب هم اللي يسوون الدورات عدنا اضافة الى وزارة التخطيط المركز الاشتشاري تنسيقنا مستمر معاهم ثلاث اربع دورات بالسنة يجونا خبراء من عدهم يسوون الدورات اللي ما تقدر وصارت الصحة تنافذها وديزلنا خبراء من عدهم هذا اللي شاهدنا هو الجانب الابيض في موضوع العيادات الشعبية في العراق طبعا حتى نناقش هذا الموضوع ويانا الان دكتور شاب الساعدي معاون مدير عام دائرة العيادات الشعبية اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك دكتور اليوم نناقش موضوع العيادات الشعبية والمشاكل اللي موجودة بيها لكن حاليا احنا في الجانب الابيض من العيادات الشعبية اليوم نشوف العيادات الشعبية تساهم بقدر كبير للمواطن انه المواطن اليوم يصعب عليه الذهاب الى الطبيب خاصة في الموضوع الاقتصادي وغلاء اسعار الكشفيات اللي موجودة والادوية ايضا اليوم شون تشوف العيادة الشعبية وبالبداية نريد نعرف العيادة الشعبية شنو مهمتها بالنسبة للمواطن نعم العيادات الشعبية هي اساسا فكرة تعود الى قبل الستينات في زمن عبد الكريم قاس كان الطبيب اسماعي الناجي هو اول من اسس عيادة شعبية نعم فالهدف من تأسيس العيادة الشعبية وواجباته هو خدمة الفقراء يعني كان العلاج يكون للناس الفقراء باسعار بسيطة بسيطة جدا رمزية جدا ويقصدوها كل الناس طيب على هذا الاساس احنا العيادات الشعبية المنتشرة في بغداد وعموم محافظات العراق هي اسست خدمة للفقراء وخاصة يعني ذوي الامراض المزمنة نعم مثل الضغوط والسكري وامراض القلب وامراض الغدى الدرقية طيب هؤلاء الناس يقصدون العيادات الطبية الشعبية خصوصا انه احنا سابقا يعني قبل الالفين وثلاثة كانت العيادات الشعبية هي المنفذ الوحيد لعلاج الامراض المزمنة يعني كانت الصيدلية اذا تبيع عدوية امراض مزمنة الحكومة انا ذاك تغلقها الصيدلية لمدة 30 يوم نعم فكانت هي المنفذ الوحيد والسبيل الوحيد لتلقي العلاج للامراض المزمنة اليوم اليوم اصبحت هناك منافذ متعددة لتلقي علاج الامراض المزمنة نعم منها الصيدليات والمراكز الصحية بنسبة معينة والمستشفيات طيب هذه العيادات اليوم برأيك عدد العيادات وتوزيعها كافي اعتقد يعني احنا مغطيين كل مناطق بغداد ومناطق محافظات العراق نعم الحقيقة لو كانت تتيسر يعني لو كانت الطرق مفتوحة جميعها نعم مدينة الصدر يعني الطرق مو كلها مفتوحة مغلقة بين صعوبة الوصول للحيادات صعوبة الوصول يعني سكنت القطاع تسعة واربعين يختلفون صعب يوصل صعب يوصل إلى قطاع آخر طيب احنا مدام بعدنا بالجانب الأبيض شنو برأيك اليوم بالعيادات الطبية اللي هي الشعبية شنو برأيك الجانب الإيجابي اللي موجود بيه اليوم والله هي يعني بالعيادات الشعبية أكو جوانب إيجابية كثيرة نعم منها منها أنه احنا كل المرضى نظم لهم بطاقات نعم وشخص المرض مالتهم من قبل طبيب اختصاص ولجنة موجودة بكل عيادة شعبية تحدد الأدوية اللي يحتاجها نعم فحتى لو المريض يحتاج مثلا عشر أنواع من الأدوية احنا نأمن الهيام ونمطهيها طيب إذن خلي ننتقل إلى جانب الآخر بو أسعار مجانية مجانية يعني مو أسعار رمجية وإنما مجانة لنمطهي الدول ممتاز فالمريض يدفع فقط بطاقة الفحص عند الطبيب اللي هي 3 ألاب دينا إلى هذا الحد إحنا الآن جانبنا أبيض ما عندنا أي مشكلة لكن خلي ننتقل إلى جانب الآخر ونشوف شنو عدلنا الزميل أرشد الحاكم خلي نشوف أما في جانب الأسود من الموضوع فإن نفقات العيادات الطبية يتم تغطيتها من مواردها الذاتية فقط ولا يوجد أي دعم مالي لها من وزارة المالية بما في ذلك رواتب الأطباء والعاملين في المهن الصحية والإدارية لذا فإن الشريحة الرئيسية من الأطباء والمهن الصحية تحدد رواتبهم على شكل نسب من إجور الفحص والخدمات إضافتان لغير ذلك من المعوقات المرافقة لعمل تلك العيادات يعني أحد المعوقات هي موضوع الأبنية الحقيقة هو طالما إحنا دائرة من دوائر وزارة الصحة والهدف مالة الدائرة هو يصب في نفس أهداف الوزارة وهي تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين إحنا نعمل بدعم وإسناد وزارة الصحة فكل الأبنية المتيسرة والتي يشغلها المركز الصحي هي يعني متيسرة لدينا يعني إحنا هم يعملون صباحا وإحنا نعمل بنفس الأبنية مساء ولو أننا هناك يعني أكو بعض الأبنية هي ملك لدائرة العيادات الطبية الشعبية ونطمح أن تكون كافة العيادات الطبية الشعبية تشغل أبنية هي ملك للعيادات الطبية الشعبية رغم التعاون والتنسيق الموجود بيننا وبين دوائر الصحة في بغداد وفي كافة محافظات العراق يعني هذا هو فرد معوق رئيسي أضف إلى ذلك أن معوقات أخرى وأنه دارة العيادات الطبية الشعبية كانت تمثل المنفذ الوحيد لصرف الأدوية المزمنة للمرضى أما الآن تعددت المنافذ فتلقي أدوية مزمنة تداء من الرصيف وانتهاء بالمستشفى فما عادت هي المنفذ الوحيد أضف إلى ذلك تحسين رواتب الموظفين في الدوام الصباحي أدى إلى تقليل الإقبال على العيادات الشعبية مساء يشار إلى أنه خلال العام المنصر بلغ عدد مراجعي العيادات الشعبية أكثر من 90 ألف مراجع من المصابين بالأمراض المزمنة بأنواعها كالسكر والرب والصراع وأمراض القلب والشرين وغيرها لبرنامج أبيض وأسود أرشد الحاكم قناة الرشيد شكرا للزميل أرشد الحاكم على هذا التقرير سنبدأ حضرتك تكلمت أيضا داخل التقرير بداية من دمج البنايات مشكلة دمج البنايات بالنسبة للعيادات الشعبية مع المراكز الصحية هذه المشكلة شقد تقودنا إلى مشاكل أخرى هو يعني إحنا ما عندنا مشكلة بالدمج الحقيقة هو سابقا ما كان يتيسر أبنيها للعيادات الطبية الشعبية كانت هي تعتبر فد استمرارية لدوام المراكز الصحية الصباحي يعني المركز الصحي الصباحي داوم من الثمانية الصباح إلى الساعة ثنتين أو الثلاثة الظهر ويغلق الدوام تجي العيادة الشعبية داوم من الساعة ثلاثة إلى ستة مساء أو السبعة فهذه استمرارية بالعمل الحقيقة هذا يعتبر تداخل يعني هذا التداخل بين العيادات والمراكز الصحية قد يغلق مشاكل ربما موجود التعاون والتنسيق لكن هي مشكلة بحد ذاتها لكن هي تعتبر مشكلة بحد ذاتها الأبنية أصبحت قديمة وبحاجة إلى ترميم وهناك بعض الأبنية بحاجة إلى هدم وإعادة بناء فطالما البناء مملكنا نحن لا نستطيع نصرف بها ونجري ترميمات يعني لأنه مملكنا مثل واحد قاعد يجاء لماذا لحد الآن يعني هذه صار أكثر من 10 سنوات أو 12 سنة لماذا لحد الآن ما صارت أبنية خاصة بالعيادات الشعبية تحتاج العيادات إلى أبنية كثيرة وتعرف هذه الأبنية الكثيرة تطلب مبالغ كبيرة أيضا العيادات الشعبية قبل 2003 كانت إراداتها ممتازة لكن أنا أعتبر إخفاق هذا لأنه كان مفروض هذه الإرادات تستغل لشراء أكبر عدد ممكن من الأبنية وإشغالها من قبل العيادات الطبية الشعبية هذه الحقيقة ما استغلت لأن إرادات العيادات الشعبية حينها كان 75% تروح الوزارة المالية اليوم اليوم إحنا إراداتنا إنه طيب يعني للدائرة لكن هذه الإرادات الحقيقة العيادات الشعبية قبل كانت تحقق وفر مالي نسا حاليا تحقق عجز ماكو وفر لأن هي لخدمة المواطن لأن هي لخدمة المواطن والمواطن يدفع يعني أنا أعتبره أجل بسيطة هي ثلاثة آلار دينار والطبيب يفحصه وننطيل أدوية مجانا فقامت تحقق عجز لأن هناك عزوف الأطباع العيادات نعم عزوف يعني باقي الكوادر الطبية والصحية نعم فهذولا يعني نحن نحاول ندعمهم بمبالغ معينة جيدة تشجعهم على العزوز شنو سبب هذا العزوف سبب العزوف أنه يعني لو نقارن نحن قبل من كانوا لطباء كانوا يعني يقبلون على العيادات الطبية الشعبية كانت رواتبهم في الدوام الصباحي ضعيفة جدا يعني ياخد بالدوام الصباحي مثلا الفين تلتا آلاف دينار نعم لما يعمل مسان بعيادة شعبية ياخد لفد عشرين تلاتين ألف دينار طيب يطلع له يعني من خلال فحص المرضى وكانت المرضى لأنه هي العيادة المنفذ الوحيد فأعداد المرضى كانت كثيرة طيب هذا الوارد اللي يراد للطبيب يشجع على أنه العمل يعني حاليا أصبح يعني هي القضية خيارية اختيار نعم نحن عندنا لطباء اللي يعملون بالعيادات شعبيهم منسوبين دوار الصح نعم يعني الوزارة الصح بالاختيار يعني بالملاك وزارة الصح العمل طوعي عندنا بالعيادات نعم عمل طوعي يعني هو يريد يرغب يعمل بالعيادة معينة بالعيادة مساء نعم ما يرغب يعني هذا السبب اللي قادنا إلى قلة عدد الأطباء الاختصاص اللي موجودين نعم لطبيب الاختصاص بإمكانه أن يفتح عيادة خاصة بي على أكثر إحنا يعني الأطباء اللي يجون للعيادات الشعبية يشتغلون فترة ويكتسب سمعة جيدة ويمكن يفتح عيادة خاصة في نفس المنطقة بيها عيادة شعبية طيب هذا ما يحتاج لوقف وحل هذا الموضوع أنه عيادة شعبية تدخلها ما تلقى بيها طبيب اختصاص هذه مو مشكلة احنا العيادات الشعبية ما مو الزمين نخلي بيها طيب اختصاص حقيقة عندنا عيادات استشارية هي عيادة شعبية لكنها استشارية كل الأطباء الموجودين بيها اختصاصين نعم بس هنا سعر التذكرة أو البطاقة مو ثلاثة آلاف دينار سبع تالاف وخمسمائة دينار زي فالطبيب الاختصاص لما تجي خمسة آلاف دينار من هاي السبع تالاف نعم يشجع العمل في العيادة الشعبية زي في حين انه يشتغل بعيادة شعبية عامة خلي نسميها ما بيها اختصاصية هو من الثلاثة آلاف ياخد له ألف وخمسمائة دينار نعم هاي مسألة فهي الحافز ضعيف طيب هاي المشكلة لازم انتو تحلوها اذا احنا نحلها بس احنا الامكانيات المادية وحنا حاليا واكو عجز يعني احنا يمكن نصرف بالسنة مليار دينار أو اكثر من المليار لتغطية العجز الحاصل في العيادات الشعبية نعم يمو هذا اصلا هو احنا نحن ندفع رواتي نعم ايه هذا العمل هو كله لخدمة المواطن المفروض يعني المواطن المفروض يجي يلقي طبيب اختصاص يلقي دواء كامل حتى تكمل القضاء وما يلجأ للطبيب خارج العيادة هذا طيب المواطن الفقير نعم بس لا تنسي يعني انه عدد الاطباء الاختصاص قليل يعني ما يغطي كل العيادات الشعبية ولهذا احنا عدنا بغداد اضعا ست عيادات استشارية بها طباء اختصاص فقط طيب ننتقل الى مشكلة اخرى اللي هي العيادات مو وسط المدينة بالاطراف هذه العيادات المواطنين حسب الرسائل اللي وصلتنا انه يقولون ان هذه العيادات تفتح بكيفها وتعزل بكيفها وتعاملهم وي المواطنين بالمزاج احنا ما عدنا عيادة تفتح بكيفها وتعزل بكيفها نعم كل العيادات الشعبية موجودة ببغداد والمحافرات يعني تعمل وفق نظام دائرة العيادات الطبية الشعبية شنو الاعد هذا الكلام وتتم حاسبة المقصرين اللي يعملون خلاف هذا النظام وخلافا لذلك طيب وعدنا فرق للمتابعة وفرق للتفتيش يقولون فرق المتابعة تأتي المدير العام في وقتنا انا اظن ان انت تقصد العيادات في اطراف بغداد وفي اطراف مراكز المحافظات هذه مو عيادات طبية الشعبية هذه عيادات تأمين صحي الحقيقة العيادات تأمين صحي ما مرتبطة اداريا وفنيا بدائرة العيادات الطبية الشعبية مرتبطة بدوائر الصح المواطن ما لا علاق المواطن يريد عيادة يراجح نعم سواء كان هاي مرتبطة هاي ما مرتبطة لازم نوصل الى نتيجة انه اي مواطن في سواء كان بغداد او اطراف بغداد أنه أكون موجودة عيادة قريبة عليه يراجحها بالوقت اللي منحصة نعم صحيح أنا أتمنى من جميع دوار الصحة في بغداد والمحافظات أنه يتابعون عمل عيادات التأمين الصحي الحقيقة هناك تقصير أنا ألاحظ تقصير في متابعة دوام منتسبي عيادات التأمين الصحي الأطباء والكوادر الأخرى ولهذا تقول يعني تغلق بكيفها وتنفتح بكيفها طيب هذا التقصير ما يصير أنه الحل مالته أنه تكون تابعة لكم يعني ليه شنو الخلل هذا وين نقطة لا هي تكون في هذا الصدد تم عقد اجتماعات عديدة نعم في مقر وزارة الصحة طيب هل هي تتبع إنه أو تتبع دائرة الصحة طيب الأطباء اللي يعملون بهاي العيادات وفق توزيع الوزارة يعني هم ملاكهم على وزارة الصحة المتابعة بأمور الدوام النقل التنسيب العقوبات التشكرات كلها من قبل وزارة الصحة طيب فمن الأولى أن هي تتابع عملها الارتباط بينه فقط ارتباط مالي لأن احنا الارتباط المالي وزارة الصحة تعرف لا يجوز أن تدفع خدمة مقابل ثمن والعيادات التامين الصحي المواطن يقصدها ويتلقى الخدمة الطبية مقابل ثمن طيب أعتقد سعر البطاقة 1500 دينار هذا الارتباط المالي هو بدائرة العيادات الطبية الشعبية أما من الناحية الإدارية والفنية فترتبط بدوائر الصحة طيب وهي مرتبطة بدوائر الصحة وعلى دائرة الصحة أن تتابع دوام هذه العيادات بتقديم الخدمة للمواطنين برأيك لماذا لم يكن متابعة؟ لم يكن متابعة بعد المسافة وبعدين هناك أولويات في دوائر الصحة حقيقة ينطون أولويات المستشفيات التعليمية والمستشفيات العامة والمراكز الصحية الأولية وعيادات التامين الصحي تجي بالأسبقية الأخيرة فلهذا الاهتمام بها ضعيف مع العلم أن العيادات هذه التي نتكلم عنها هي تكون أقرب للمواطن الفقير خاصة المواطن الفقير هو اللي يكون مكانه بالأطراف دائما مكانه بها وقريبة عليها ومفروض هي تكون الأولوية إلها صحيح وأنا أي دائرة وخاصة أكو بعض الرسائل اللي وصلتنا أنه ناس حتى في أوقات متأخرة يسرعدها حالات مرضية ما كوية منها مركز صحي قريب والله عراقيين بس بالليل يتمردون المواقع طيب، دعنا نشوف العالم كيف يتعامل مع المراكز الصحية وكيف يبني وكيف يهيئ بناية للمركز الصحي في سبيل راحة المريض وراحة المواطن بالنتيجة دعنا نشوف مشاهدين موسيقى 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 المترجم للقناة 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 للقناة يشجع الطبيب المترجم للقناة المترجم للقناة وعضوية مدراء المترجم للقناة هذا المترجم للقناة يحتاج إلى المترجم للقناة المترجم للقناة في نوعية المترجم للقناة الرصينة المترجم للقناة والقناة الإدارة يحتاج يحتاج إلى منترجم للقناة جيدة المترجم للقناة منترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة